أعلن سعادة الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن عزم وفد عالي المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة سعادة السيد جورجي بولتافشينكو محافظ مدينة سانت بودروسبرغا روسية زيرة مملكة البحرين في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل 2016 وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظات العاصمة بناية مساء الخير سعادة الشيخ ما هي مضامين الزيارة وما هي أهم المجالات التي ينوي الوفد الروسي التركيز عليها؟ طبعا من شاء الله بكرة بيصل محافظ مغالي سيد جورج بولتافشينكو محافظ مدينة سانت بودروسبرغا البحرين على رأس وفد كبير بلق عدد 60 شخص والهدف منه هو تفعيل مذكرة التعاون الذي وقعت في سنة 2014 في ظل زيارة صاحب السمو الأمير كلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نعم وطبعا بيأتي هذا الزيارة لتفعيل التعاون والتبادل سواء كان تجاري اقتصادي رياضي ثقافي ويزورون تقريبا ما يعادل 20 جهة رتب لهم 20 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة نعم من أجل تفعيل هذا التعاون نعم سعادة الشيخ شامر عبد الرحمن الخليفة ومحافظة محافظة العاصمة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة